اشتركوا في القناة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي حديث النبوي الشريف عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلى من الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفة الصحف وفي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الترمذي وأحمد وابن حبان أيها الإخوة سفلاء أتحدث في اختصاص ليس من اختصاصي سفلاء أتحدث لا عن فيروس كورونا كوفيد 19 ولا عن مصدره أو تطوره ولا عن كيف حدث وأين حدث وما مصدره وكيف انتقل وكيف انتشر في الكون هذا أمر سوف لا أتحدث عنه لأنه ليس من اختصاصي بل هذه الأسطوانة حفظها كل منا عن ظهر قلب وإنما أصبح همنا الآن وأصبح هم البشرية بصفة عامة هو كيف يتتقاء شر هذا الوباء والاحتياطات التي يجب اتخاذها والتدابير الوقائية بدءا من النظافة إلى التزام بالحجر الصحي والالتزام بالبيوت لمحاصرة هذا الوباء الذي ليس هناك أي طريقة من طرق الوقاية منه الآن إلا الحجر الصحي إلا التزام البيوت هو انتظار الفرج من الله تبارك وتعالى هذا الوباء الذي أوقف عقارب الساعة في جل الدول التي كانت تسمى الدول العظمى نعم أقول التي كانت إلى عهد قريب تسمى الدول العظمى ها هي الآن تئن وتترنح وتتخبط بعشوائيا أمام كائن ميكروسكوبي أمام كائن مجهري لا يرى بالعين المجردة هذه الدول العظمى الآن أصبحت لا حول ولا قوة لها دول عظمى يبكي رؤساؤها يوميا على آلاف الموتى دون أن يستطيع عمل أي شيء فأي بلاء هذا وأي ابتلاء هذا أيها الإخوة آلاف بل مئات من جيوش الأطباء والممرضين في جميع أنحاء المعمور وجيوش من الباحثين والعلماء في جميع التخصصات وقد دخلوا منذ عدة أسابيع بل منذ شهور في حرب ما زالت غير متكافئة مع كائن عدواني مجهري ميكروسكوبي لا متناهي الصغر سبحان الله الكل في سباق مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مئات الملايين بل الملايير من البشر الذين استسلموا لقدرهم وحبسوا أنفاسهم في منازلهم في حجر صحي ينتظرون مصيرهم ملايير من البشر كانوا فقط بالأمس القريب يتمردون على كل شيء في مجتمعاتهم ودولهم في مسيرات أو مظاهرات أو احتجاجات أو حراكات ها هم اليوم استسلمون ملتزمون في صمت بالحجر الصحي خائفين حتى من الخروج إلى أبواب منازلهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر خلاصة القول أيها الإخوة أن الكل اليوم مستسلمون أن ملايير البشر اليوم مستسلمون ينتظرون الفرج ممن الكل ملتزمون بالحجر الصحي الكل ينتظرون الدواء ويتابعون مختلف التجارب هنا في هذه الدولة وتلك وينتظرون أي دولة ستكون السباقة بابتكار لقاح أو دواء أو شيء ما يمكن أن يعيد الأنفاس إلى الكون وإلى عالم الأرض الكل ينتظرون الفرج من أي شيء حتى من الأعشاب الكل يعلقون الأمل حتى على الطرهات والخزعبلات لعلها تكون خيط أمل للتشبث ببصيص أمل في الحياة لكننا نحن في ضيار الإسلام لكننا نحن أمة الإسلام لكننا نحن المسلمين منظورنا إلى هذه الجائحة إلى هذا البلاء والابتلاء لا يختلف طبعا عن المنظور العلمي ولا عن التصور العلمي ولا عن تبني الأسباب العلمية مثل الحجر الصحي والنظافة والوقاية والتطبيب ومختلف الأدوية الموصوفة من طرف الأطباء ذوي الاختصاص نحن نؤمن بأن هذا من بين الأسباب التي يمكن أن تقضي على هذا الوباء وأقول وأؤكد بالإضافة إلى ضرورة اعتماد كل هذه الأسباب العلمية فإننا في الإسلام ومن الناحية الشرعية هناك سبب من الأهمية بمكان لا يمكن إغفاله بجانب الأدوية بجانب الحجر الصحي بجانب كل سبل وطرق الوقاية والالتزام الالتزام بما يمليه علينا الأطباء والعلماء وذوي الاختصاص لا بد لنا من التشبث بالدعاء لا يجب إغفال الدعاء لا بد لنا كمسلمين من التشبث بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى والفرج لا يمكنه أن يأتي إلا من الله تبارك وتعالى نحن نؤمن بأن الفرج لا يمكنه أن يأتي إلا من الله تبارك وتعالى أيها الإخوة هذا السبب الثاني الذي يأتي بعد تبني الأسباب العلمية وأقول بعد تبني الأسباب العلمية إنه الدعاء التضرع إلى رب العزة التضرع إلى خالق الكون الابتهال أيها الإخوة الابتهال الابتهال البكاء بباب الرحمن الرحيم البكاء البكاء بباب الرحمن الرحيم القادر على كل شيء وإذا قضى ربك أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى ربك أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله تبارك وتعالى لا ينتظر منا إلا أن ندعوه فيستجيب لنا وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أيها الإخوة هذا سبب من الأسباب التي قد يعجل بها الله تبارك وتعالى ورفع هذا البلاء عنا الدعاء أيها الإخوة قال الله تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم أجمعين رحمة ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين سيدنا أيوب سيدنا أيوب الذي مسه الضر لمن لجأ لجأ إلى الله تبارك وتعالى قائلاً ربي إني مسني الضر ونحن نقول ونحن نقول ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين وذنوني إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه وذنوني إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فناد في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين إذ ناد في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له وهذا الدعاء يسمى أيضا دعاء الغم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين أيها الإخوة أيها الإخوة هؤلاء أنبياء الله دعوه فاستجاب لهم وزكرياء إذ نادى ربه رب لا تضرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أيها الإخوة نتبين أن الله تبارك وتعالى لا ينتظر منا إلا أن نتضرع إليه ونتوسل إليه فيكشف عنا الغمة فيكشف عنا الهم فيرفع عنا البلاء نحن في هذه الليالي نضيع وقتا كبيرا أمام تفاهات وأقول أمام تفاهات جلنا يضيع وقتا كبيرا أمام وسائل التواصل الاجتماعي أمام الفيسبوك أمام الواتساب أمام العديد من الطرهات التي قد تضر ربما أكثر مما تنفع أنستغرام وغير ذلك في حين أننا في هذه الجائحة كان علينا أن نقضي جل الوقت في التوسل إلى الله تبارك وتعالى في التضرع إلى الله تبارك وتعالى وفي أن نطرق باب الله تبارك وتعالى وأنه لا منجى من الله اليوم إلا إليه ولا مفر من الله إلا إليه اليوم الكل استسلم اليوم الكل يبكي آلاف الأموات اليوم الكل ينتظر الفرج من أي شيء يمكن أن يتشبث به ولكننا نحن أهل الإسلام لا ننتظر الفرج إلا من الله تبارك وتعالى بعد الأسباب العلمية بطبيعة الحال ولكن الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى وهذا ضروري وأساسي وهذا ربما ما أغفلناه في هذه الجائحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف عنه بن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال يا غلام يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفة الصحف التضرع إلى الله واللجوء إلى الله والاستعانة بالله والتوجه إلى الله هذا ما بقي لنا أيها الإخوة العلماء يجتهدون ويكدون جزاهم الله كل خير الأطباء كل في مجاله وميدانه وفي مواجهة هذا البلاء جزاهم الله كل خير وأعانهم وحفظهم الله من هذا البلاء ومن هذا الوباء باقي الجهات وباقي الأطراف كل في مجال اختصاصه يواجه ويبحث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لم يبقى إلا ماذا؟ لم يبقى إلا السبب الآخر وهو التوجه بالدعاء وهو الإكثار من الدعاء أيها الإخوة الإكثار من الدعاء وأنه لا يرفع هذا البلاء إلا رب العباد إلا الرحيم الرحمن فكلمتي اليوم أيها الإخوة تتمثل في أنه يجب علينا في هذا الشهر شهر شعبان ونحن على أبواب رمضان وفي هذه الليالي المباركة ككل التضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وأقول الدعاء لقد أغفل الكثير منا هذا السبب ونحن نعلم أن كل الأنبياء والرسل كان إذا حزمهم أمر وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزمه أمر لجأ إلى الصلاة والدعاء كان الأنبياء إذا ضاق عليه أمر لجأوا إلى الله تبارك وتعالى نحن كمسلمين مؤمنين بأنه بالإضافة إلى الأسباب العلمية لا يمكن أن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء لا يمكن أن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء إلا رب العزة الواحد الأحد الصمد الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء وإن بغي أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى لأنه قال ادعوني أستجب لكم وادعوني أستجب لكم أيها الإخوة كل محنة إلى زوال كل محنة إلى زوال مهما اشتدت ذلك أن جميع المقدرات في علم الله عز وجل لها أوقات معلومة وآثار محدودة وآجال مقدرة حسن الظن بالله عز وجل في مثل هذه الكوارث في مثل هذا البلاء والابتلاء يجب علينا كمسلمين أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى والصبر على البلاء والرضاء بالقضاء والرضاء بالقضاء والتسلح بالدعاء والالتجاء كما قلت إلى خالق الأرض والسماء والإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل في هذا الظرف العصيب هو ما يجب الآن أن يقوم به كل مسلم ومسلمة لا أن نضيع أوقاتنا لا أن نضيع جل وقتنا بطبيعة الحال أمام تصفح وسائل التواصل الإجتماعي وإنما ينبغي التضرع ينبغي التوجه إلى الله تبارك وتعالى ليرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء أيها الإخوة إن هذا الظرف يتطلب أيضا منا وجوب التعاون والتضامن لاجتماع مع الفقراء والمساكين والمحتاجين والانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى التخفيف من آثار هذه الجائحة فإن الصدقة تدفع البلاء أيضا فإن الصدقة ترفع البلاء أيضا فإن الصدقة هي أيضا عمل نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ليرفع عنا هذا البلاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الترمذي أيها الإخوة أنا من خلال هذا الكلام أركز على الدعاء وربما هو ما تغافلنا عنه في حجرنا الصحي هذا لأننا ندرك أن الجل منهمك ويقوم بإضاعة جل الوقت أمام تتبع أخبار هذه الجائحة الكورونا والعلماء علماء النفس أيضا ينصحون بأن نبتعد عن مثل هذه الأخبار لأن نتتبع أخبار هذه الجائحة والاستماع إلى عدد الأموات هنا وهنا وانتشار هذه الجائحة هنا وهنا واهتمام الإنسان فقط بما يقوم بتقدير نفسيته قد يتسبب أيها الإخوة أيضا في أزمات وحالات نفسية نحن في غناء عنها ولذلك نصحنا بالإكثار من تلاوة القرآن واللجوء إلى الدعاء أيها الإخوة عندما نقول الدعاء لا ينبغي أن يفهم البعض لا ينبغي أن يفهم البعض بأننا نهمل الأسباب الدنيوية ونهمل الأسباب العلمية ونهمل الأسباب العقلية أبدا بل إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجمع بين الإثنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين أمور مادية دنيوية عقلية وبين الدعاء بل كانت الأمور بل كانت الأسباب الدنيوية كانت الأسباب العقلية كانت تسبق أحيانا الدعاء على سبيل المثال سأرد مثال غزوة بضر لنتبين كيف رفع وكيف نصر الله المسلمين بالدعاء بعد اعتمادهم كل أسباب الحرب وكل أسباب لقاء المشركين بعد أن وفروا كل هذه الأسباب جاء السبب الثاني الذي هو الدعاء فعندما التقى الجيشان الآن جاء الدور الثاني جاء السبب الثاني آنذاك لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء إذن بعدما تم توفير كل أسباب المواجهة أسباب اللقاء أسباب الحرب بعدما تم توفير كل تلك الأسباب للمسلمين جاءت المرحلة الثانية وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن سيتوجه إلى ربه بالدعاء جانب المادي أنجزه الآن يأتي الجانب الغيبي هو التوجه إلى الله تبارك وتعالى وأنتم تعرفون هذا الدعاء هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يصلي ورفع يده وصار يناجي ويدعو ربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى ربه فما جال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة رافعا يده إلى السماء حتى سقط رداءه عن كتفه وأبو بكر يرفع الرداء ويرده إلى كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك أسباب مادية انتهينا منها الآن جاء الدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى فأنزل الله تبارك وتعالى إِلْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّمُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ فَجَاءَ الْفَرَجُمْ فَجَاءَ الْفَرَجُمْ من الله تبارك وتعالى فجاء النصر من الله تبارك وتعالى طبعا بعد أن استعد المسلمون وجمعوا كل الأسباب المادية آنذاك جاء الفرج من الله تبارك وتعالى أيها الإخوة إن الفرج يأتي دائما مع الصبر إن الفرج يأتي دائما بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والالتزام بالحجر والصبر على هذا الحجر الصحي أيها الإخوة الصبر على هذا الحجر الصحي أيها الإخوة فيه خير كثير للمؤمنين فيه خير كثير للمؤمنين فيه ثواب عظيم للمؤمنين فيه أجر عظيم للمسلمين لا نحسب بأننا في سجن ونحن داخل بيوتنا ملتزمون بالحجر أبدا لماذا؟ لأن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى وَأَنْ يُبْتِلَى يُصِيبُ الْمُؤْمِنِ إِلَّا وَيُثِيبُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ عَلَيْهُ فالمسلم مأجور على كل مصيبة إن احتسب ذلك بالنية الصالحة المسلم مأجور على كل ما يصيبه إن احتسب ذلك بالنية الصالحة ودليل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره عن صحيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفي مسند أحمد من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم من حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أيها الإخوة إن هذا البلاء وهذا الابتلاء فيه خير كثير للمسلم المؤمن الذي يحتسب هذا لله تبارك وتعالى ويصبر على قضاء الله وقدره إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أحسن الكلام أيها الإخوة في الشكوى سؤال المولى سؤال المولى عز وجل زوال البلواء أيها الإخوة يجب أن نكثر من الدعاء في هذه الأيام وسيرفع الله البلاء الدعاء والإكثار من الدعاء وسنقف بباب الله دون ملل أو كلل وسنظل نطرق باب الله كل ليلة متضرعين باكين خاشعين خاضعين متذللين بباب الله تبارك وتعالى حتى يزيل عن هذا البلواء فاستدفع أمواج البلاء بالتضرع والدعاء فليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء وأعجز الناس من عجز عن الدعاء ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يرد القدر إلا الدعاء فأكثروا أيها الإخوة في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة من الدعاء ومن مناجات الله تبارك وتعالى لنطرق جانب الفيسبوك لنطرق جانب الواتساب لنطرق جانب الانستغرام لنطرق جانب البرامج التافعي أيها الإخوة نحن الآن تحت بلاء وتحت وباء وتحت رحمة الله لا بد من الإكثار بمناجات الله فإن الله يسمع دعاء من دعاه إن الله يسمع دعاء من دعاه ويبصر تضرع من تضرع إليه وناداه ومن سأل الله بصدق وضراعة كشف عنه بلواه وحماه ووقاه وكفاه وحقق له سؤاله ومناه وبالدعاء تتحقق العبودية في أجلى وأبهى صورها والدعاء من أفضل العبادات أيها الإخوة عند الله وأحبها إليه وقد جاءت آيات كثيرة في فضل الدعاء قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله يقول ادعوني أستجب لكم معنى أن الأمر بيدنا نحن نحن ما علينا إلا أن نتوجه بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى وهو القادر على كل شيء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون سبحانه وتعالى أعلموا بمصالح العباد وأرحموا بهم من أنفسهم وأهلهم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال بل الله أكثر والخير كل الخير فيما اختاره الله للعباد ولو كان ظاهر الأمر عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين أيها الإخوة أيها الإخوة نحن لا نلتمس من بعضنا البعض إلا الصبر إلا الالتزام بالحجر الصحي نصبر ونحتسب ولكن في هذه الليالي يجب أن نكثر الدعاء وأكرر دائما يجب أن نكثر الدعاء يجب أن نطرق باب الله كل ليلة ودبر كل صلاة يجب الاكثار من قراءة القرآن يجب الاكثار من الأذكار يجب الاستغفار يجب أيها الإخوة تجديد التوبة كل الكل يجب أيها الإخوة أن نجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى ونتضرع إليه على كل مسلم أن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى فلا ندري لمن يستجيب الله تبارك وتعالى لا ندري لمن يستجيب الله تبارك وتعالى لا أحد ينبغي منا أن يحتقر نفسه بل يجب لكل وعلى كل مسلم أن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى حتى العصاة التائمين يجب أن يتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى فلا ندري لمن سيستجيب الله ويرفع عنا البلا اللهم إن عبادك اللهم إن عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواصين بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ودود يا ودود يا ظل عرش المجيد يا فعال لما يريد يا ودود يا ودود يا ظل عرش المجيد يا فعال لما يريد نسألك بعرشك العظيم وبنور وجهك الكريم يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث ارفع عنا البلاء والوباء لا يرفع هذا الوباء والبلاء إلا أنت فها نحن واقفون ببابك متضرعون أمام سلطانك وعرشك فها نحن ضعفاء أمام عظمتك فها نحن نعترف بضعفنا ونعترف بخطايانا ونعترف بأوزارنا ونعترف بعثامنا ونعترف بذنوبنا ولكننا نرجو رحمتك وأنت القائل وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء اللهم ارحمنا يا رب برحمتك الواسعة اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر لا يعزب عنك شيء نسألك فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقالد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك في هذه الجائحة اللهم اغنينا عن سؤال غيرك في هذه الجائحة اللهم اغنينا عن سؤال غيرك في هذا الوباء فأنت واسع الكرم كثير الجود حسن الشيامي في بابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم يا قوي يا جبار يا عظيم يا من إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون نسألك يا رب نتضرع إليك يا رب في هذه الليالي وفي ليلة الجمعة أن ترفع عنا البلاء يا فارج الهم ويا كشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا كما استجبت يا رب لعبادك الصالحين وعجل يا رب علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك إنك على ما تشاء قدير اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل لنا من أمرنا هذا فرجا ومخرجا اللهم ابدل حزننا فرحا وهمنا سعادة وضيقنا فرجا وارزقنا يوما أفضل يا رب من أمسنا ومن يومنا فليس لنا سواك يا رب نسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا اللهم فرج همنا ونفس كربنا وقضي عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتنا وارفع عنا يا رب هذه الجائحة اللهم أقل عثراتنا واغفر زلاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار يا عزيز يا غفار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا إنا ماسنا الضر وأنت أرحم الرحمن ربنا إنا ماسنا الضر وأنت أرحم الرحمن ربنا إنا ماسنا الضر وأنت أرحم الرحمن ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين